كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمقر إقامته في نيويورك أمس الرئيس التنفيذي لبنك مورغان ستالي جيمس جورمان والرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان جيمس ديمون كلا على حدة وتم خلال اللقاءين تبادل الأراء حول الخدمات التي يقدمها البنكان في المملكة وفرص التعاون وشركات الاستراتيجية حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سافير وخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان ورئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية فهد السيف